السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم الأستاذة وفاء الشيدلي ووزيرة العدل تاهو الزين الرأي العام في تونس ثم حالة من الغضب في صفوف قيادات اتحاد الشغل أشكلكم معلش في الفيديو اللي سبق هذا اترقنا لأبرز تصريحات الأستاذة وفاء الشيدلي بخصوص قضايا معناها ترفعت ضد قيادات اتحاد الشغل باختصار شديد باش منطولش برشا الفيديو فإنه الأستاذة وفاء الشيدلي تقول بأن وزيرة العدل فتح التحقيقات من أين لك هذا ضد جمعيات ومنظمات من بينهم اتحاد الشغل من بينهم النهضة من بينهم جمعية القضايا وحاجة أخرى زد كيف كيف فتحة قضايا من أين لك هذا ضد بعض القيادات في اتحاد الشغل ذكرتهم نوردين طبوبي وعطات شنو الأمليك متاع وشنو كان يخدم قبل 2021 وشنو عدو وشنو معدو وشنو من عائلة فقيرة ينحدر منها وكل ومش عبرة من عائلة فقيرة كنا من عائلات فقيرة ولكن معناها بمقارنة الأمليك قبل 2021 أما مش كنت طبوبي كهو وزيدا حكيت على الأمين العام المساعد أحفايف أحفايف في هذا الكل فم رد من اتحاد الشغل من شكون يجي رد هذيا من الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي لشغل سيمي الطهري كيفش كان رد هذيا كان في شكل تدوينة خبطها على صفحة الرسمية على الفيسبوك واتهم فيها سيمي الطهري وزيرة العدل ليلى جفيل بالتآمر على الاتحاد مع محامية متهربة من أداء وجبها الضريبي هو مذكرش هذه المحامية بالاسم ولكن طبعا هذا يجيب بعد التدوينات اللي هبطتهم اليوم الأستاذة وفق الشيدلي وبعد التدوينات ديركتموه هبطت تدوين اشنوه يقول سيمي الطهري في الفيسبوك يقول الأخيرة المحامية تنسب إليها ادعاءات سمحوني خلينا نرجع من اللول يقول وزيرة سأكون واضحا هكا التدوينة بتاعه يقول سأكون واضحا وزيرة العدل تتآمر على الاتحاد مع محامية متهربة من أداء وجبها الضريبي والأخيرة يعني يقصد على المحامية تنسب إليها ادعاءات أن لها ملف ضد الأخ حفيف وهي ليست المرة الأولى التي تصمد فيها متغاذية عن الحقيقة في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد ضد هذه المحامية قضايا منذ أسبوع طويلة ولم تتحرك نيابة العمومية إلى حد الآن هو يقصد في الأستاذة وفي أشيدلي عليش الاتحاد رفع ضدها قضية سابقا لأنها قالت الطبوبي اتلقى الشيك اتسلم الشيك قيمته 700 مليون من دولة الإمارات فيقول زيدة فما ملاحظة يذكرها السيمي الطاهري يقول رئيس فرع المحامين بتونس هو الآخر رفض التأشير على رفع قضية ضد منظورته خطر المحامين دماء القضايا يمشيوا ديريكتومون للفرع ساعة قبل يعلم بها الفرع ومبعد تمشي للمحكمة فما إجراء خاص في المحامين هذا بشكل عام في تونس يقول بأنه رئيس فرع المحامين بتونس هو الآخر رفض التأشير على رفع قضية ضد منظورته رغم علمي بأن القضية عادلة وأن المتهمة قد أتت جرما معلوما واعتدت علنا وعبر وسائل الأعلام ضد الاتحاد في مناسبة كثيرة هل يكون رفضه تمسكنا بحصانة مزعومة أم هو تضامن قطاع مقيت أم هو خوف من سطوة هذه المحامية حسب تعبير سيمي الطاهري ومعركة اليوم واضحة وغضب كبير في اتحاد الشغل من الأستاذة وفاء الشيبي في الجزء الثاني من هذا الفيديو خليني نحكي على تصريحات شفتر عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد المترشح للانتخابات التشريعية أحمد شفتر يقول بأن الانتخابات متاع 17 ديسمبر هو يستمد في الدفاع على قيس سعيد والمسار والانتخابات يقول أن الانتخابات 17 ديسمبر كانت من أنظف الانتخابات التي نظمت في تونس ويقول أنه الاحديث على أنه 90% متوينسا قاطعوا الانتخابات هذا يقول هذا كلام فارغ وسمحوني في الكلمة بين ضفرين كما قال هو تزنديق وقال زد أنه المطالبة بانتخابات رئاسية سابقة لآوينها من قبيل الهذيان حسب تعبيره يقول فماش عليش باش رئيس الجمهورية يمشي توا في انتخابات رئاسية سابقة لآوينها شفتر يقول بأنه تجربة الانتخابات هي تجربة أولى يقول نحن نبدع أشكالا جديدة وندخل الديمقراطية الحقيقية ونقطع مع الديمقراطية الشكلية والأيام بيننا في هذا المجال ويقول في الدور الثاني أتوقع ارتفاع النسبة منتع المشاركة خاصة إذا وفرت هيئة الانتخابات المناظرات وخلقت فضائات أو إذا خلق المترش حين فضائت مداولات حقيقية ومن لم يشارك في الانتخابات عنده حالة من العزوف لأنه تلك الصورة القديمة على البرلمان السابق بقات في ذهنية الناس يقول شفتر بأنه انتخابات 2019 في الانتخابات هذه ما مصعدة للبرلمان من جرجيس تحصل على 1988 صوت وكام الولايات مدنينة حصلت على زوز مقاد بـ 9000 صوت ويقول أنا في الدور لولت حصلت على 1400 صوت وبتتل عملية دعائية بصفة مخرة وتعرضت لقصف شديد وأمل أن يتضاعف الرقم في الدورة الثانية وأنا أطلب أن يتم احتساب عدد الأصوات اللي يحصل عليها كل نائب في نفس الدائرة وأيضا في البرلمان السابق ونقارنوا بيناتهم لأنه الأحديث على مقاطعة 90% هو كلم فارغ لأن القاعدة الانتخابية من 2011 حتى التوى كانت بين 3-4 ملايين فشنوى الانتخابات اللي تجاوزت العدد هذية ثم حتى انتخابات صارت بعد 2011 وفيتت 43 ملايين يقول اليوم أصبحنا نعتمد على 9 ملايين وهذا من غير العادي يقول أيضا هناك معطى آخر إننا كنا من قبل ما نحسبوش إلا المسجلين تطوعا ولكن توى التسجيل أيلي وأكثر من هكا يقول عدد الأصوات اللي تم احتسابها في الانتخابات سيبقى قدش من ضمن أكثر من زوزو ملايين وتسعمائة ألف في 217 مقعد مليون وسبعمائة ألف فقط ومليون وميتين ألف صوت لم تحتسب ورميت في البوبيل لأن الألية الانتخابية مبنية على غير قاعدة وأتوى لا يقول كل صوت يذهب في مكانه ويعلق على دعوات المعارضة لتنظيم انتخابات سيبقى لأوانها بالقول أي معارضة لابد أن تتحول إلى قوة اقتراح وحتى مفهوم المعارضة تغير ولازم يتغير وانتخابة سيبقى هذا هذين وليعلم جميعهم أن أبناء الشعب بيش يواصلوا في هذا العصر الجديد مسارهم الثوري باعتماد الشرعية ولا يمكن أن تتغير الأشياء خارج الشرعية ويقول الغرفة التشريعية اللي بيش معناه اللي بيش تتبنى لازمها تناقش رزنامة الانتخابات على حد تعبيره